متابعة لهذا الموضوع للمزيد حول رهانات هذه القمة وأدوارها يندم إلينا مباشرة من سيدي قاسم الأستاذ محمد بن عبو المهندس الفلاحي والخبير في المناخ والتنمية المستدامة أهلا وسهلا بك سيدي أهلا للأخت إيمان وشكرا جزيلا على الدعوة مرة أخرى شكرا على تلبية الدعوة إذن كوب 29 ومؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ سيبحث التقدم المحرز في التخفيف من آثار تغير المناخ وبحث أفضل أسطبول من أجل مكافحة هذه الظاهرة ما بين إنعقاد هذه القمة في باكو في أدريبيجان والقمة التي سبقتها أي تشخيص لما يقول العالم بأنه يبدله من جهود من أجل مكافحة تدعيات هذه التغيرات المناخية شكرا جزيلا بالطبع التشخيص يتكلم عن نفسه فالتغيرة المناخية اليوم أصدحت أكثر تطرفا على المستوى العالمي فيدرة الأخيرة التي تعرفتها إسبانيا خير دليل على ما يقع اليوم في معظم قدن العالم المناخ اليوم تغير بشكل كبير جدا ونخاف أن يعود إلى عادته القديمة اليوم نتكلم عن قمة مناخية هدفها الرئيسي بامتياز هو التمويل يعني قمة مناخ في شرم الشيخ قمنا بإخراج هذا المطلب مساعدة الدول المتضررة أو مساعدة الدول النامية وفترق النمو من أجل الوقوف ضد هذه التغيرات المناخية والأطار ديالها السربيا في قمة الأخيرة قمة دبي تم إخراج هذا الصندوق صندوق خسائر الأضرار إلى حيز الوجود وبالتالي اليوم الأنظار جميع المتطبعين يعني هي نحو إخراج هذا التمويل وبالتالي الدور ديال قمة باكل يوم هو مواكبة جميع الدول الكبرى الدول المسؤولة تاريخين عن هذه البيعاتات غزة دافئة من أجل إخراج هذه المساعدات المالية من أجل إخراج هذه كما اسمها أحد المتدخلين صباح هذا اليوم فهي ليست بعمل خيري بل هي مساهمة سوف تقي جموعة من الشعوب ومجموعة من الدول من تبعات هذه التغيرات المناخية التي أصبحت أكثر حدة وبالتالي نتكلم عن تقرير الذي أصدرته هيئة المتحدة أيضا قليلا قبل أن إيقاد هذه القمة تقرير يشير بن ملموس إلا أن التفاع درجة الحرارة هو في تصاعد وربما ستكون سنة 2024 هي من بين السنوات الأكثر حارة على الإطلاق نعم ماذا عن تضرر المنطقة التي ينتمي إليها المهرب جغرافيا من هذه التغيرات المناخية هل فعلا المتوسط يمكن أن نقول بأنه واحدة من أكثر المناطق قبل قليل عرجتم على الفيضانات في فالنسيا وطبعا هناك الكثير من هذه التمظهورات كانت هناك تساقطات مطارية غير مسبوقة على عدد من مناطق المملكة التي لم تشهد تهاطل تلك الكميات بذلك الشكل ما تسبب في العديد من الفيضانات في الجنوب الشرقي المملكة المغربية في قلب هذه التغيرات المناخية ما هي المخاطر والمحادير المتصلة بهذا الموضوع طبعا المغرب بالموقع الجغرافي ديالوجة في شمال إفريقيا وضمن دول الحوض البحر الأبيض المتوسط والتقالي الأخير الذي أثرته هيئة علماء المناخ لجيك أبرزت جليا أن هذا البحر الأبيض المتوسط فهو نقطة ساخنة فيما يخص تغيرات المناخية صارت أن نشهد حرائق عارمة في اليونان أو في سوريا أو في لبنان الشمال إفريقياي الأخرى صارت أن تكون هناك موجة حر ستنائية التي أصبحت عادية مع مرور الأيام الشهور واليوم نعيش على إقاع فيضانات سواء تعلق الأمر في ليبيا السنة الماضية أو في جنوب إسبانيا في هذه السنة وهي كل هذه المدهورات المناخية أصبحت أكثر حدة مع ارتفاع هذه البيعتات للغزة الدافئة نعلم جيدا أن سنة 2023 كانت تفوق السنة التي قبلها بحوالي 3.25% من حيث نبيعة الغزة الدافئة وهذا الرقم الذي يظهره بسيطا جدا فهو قادر على أن يزيد من حدة جفاف وقادر أن يزيد من طول مدة الاحترار العالمي ومن طول مدة هذه الموجات الحر ستنائية ويزيد كذلك من حدة هذه الفيضانات ومنداء هذه الأعاصر وبالتالي المغرب يقع في منطقة جغرافية تتعرض بشكل كبير لتوصرات ممكن أن نطلق عليها مناخية وبالتالي هي اليوم منطقة في حاجة إلى هذا التكييف مع التعييرات المناخية المغرب يشتغل تحت القيادة رشيدة الجارة المالكة على برنامج عام المناخي يتقسمها مجموعة من الدول العالمية خلال هذه المؤتمرات التي ستكون فرصة من أجل تقديم الخبرات والتجارب التي يشتغل عليها المغرب منذ التوقيع على اتفاق باريس منذ 2015 والمغرب قدم مساهمات محددة الغرطانية تعتبر من بين المساهمات الأكثر قربا من تحقيق هذا الهدف واحدة ثلاثة درجة مئوية ونعلم جيدا أن المغرب يشتغل على الميدان من أجل تنزيل هذه المساهمات المحددة الغرطانية سواء في جمع القطاعات التي تعتبر محطة انبعات للغازة الدافئة بالتالي نحن في تفضل دكتور بن ربو تحدثنا عن المهرب والمهرب يريد أن يرفع التحديات المرتبطة بالمناخ يرفعها مع القارة الإفريقية التي غالبا ما توصف بأنها أكبر ضحية لاحترار الكوكب هل يمكن القول أن هذه القمم المتعاقبة هل نأمل منها أن توجد الحلول وأن تكون الأولوية للقارة الصمراء في أفق تنميتها بيئيا ومناخيا وهم أن المؤشرات ربما تقول بغير ذلك طبعا بترقم بين هذه المؤتمرات يعني الإيجاد حلول للدول الأكثر تضرورا من تغيير المناخية وتبقى القارة الإفريقية هي الأفقارة الأكثر تضرورا من هذه الظاهرة المناخية العنيفة نتكلم طالثا عن جفاف في القارة الإفريقية كما نتكلم عن مجاة في منطقة أخرى كما نتكلم عن جفاف في البحيرات الكبرى في وسط إفريقيا القارة الإفريقية تعتبر بين الدول الأكثر تضرورا وبالتالي هي تتبقى بين المناطق لفهاجة لتمويل المناخية وبالتالي هذه القمة قمة باكوس ستكون قمة أخرى من أجل إيصال صوت إفريقيا ولما لا تكون صلة وصل بين قمة دبي وقمة البرازيل السنة المقبلة لأننا نعلم جيدا أن الاستعدادات لقمة 30 أصبحت جارية منذ اليوم ربما تكون قمة باكوس صلة وصل بين القمتين ولكن المرتقب اليوم هو أن نفعل هذه التمويلات وإخراج الحيث حتى نأمل في إيجاد هدف استراتيجي لهذه الدول التي تلتقي كل سنة آمرة أن تجد حلولا وهدافا يتم تنزيلها على المرار السنة شكرا لك أدركنا الوقت دكتور محمد بن عبو المهندس الفلاحي والخبير في البيئة وفي التنمية المستدامة أشكرك جزيلا شكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر